ارسنال بطل النص الاول من الدور الانجليزي ازا انا مش فاهم انا عايز حدي كده يجي في عايز حدي بيفهم كرة يجي فاهمني عشان انا مش عارف سلام عليكم ورحمة الله معكم زيكا والنهاردة كده جايين نشوف ونبص نظرة مبعدية كده على الدور الانجليزي وعلى الجدول بتاع الدور الانجليزي بعد انتهاء النص الاول منه وان انت ما تكي تشوف مين الاول وهتلاقي ارسنال اقسم بالله العظيم ومين التاني اللي تحتيه على طول غير متوقع برضه لان ده مش مكان انت مكانك الاول هتلاقي السيتي ازاي مش فاهم انا عايز افهمها حاجات حصلت كده في الدور الانجليزي في الدور الاول ما حدش فينا فاهم اي حاجة من اللي بيحصل ولكن تعالوا نشوف اللي حصل واي اللي ممكن يحصل بعد كده رسميا انتهاء النص الاول من الدور الانجليزي بعد المتش النهاردة اللي كان بين تشيلسي ومو بين الليفربول كان ماتش ماتش اعرف انا عسلت شوية كده وانا متفرج عليه وحيات ربنا ايه اللي انا متفرج عليه ده دي مش تشيلسي ولا دوت ليفربول وحاجة كده كانت منطال اعرف معلنا انتهى النص الاول من الدور الانجليزي وبس في ماتش كمان كمان في ماتش للارسنال المفيد ان هي تلعبه عشان تخلص اول تسحتاشر جولة بتوحها فصباح الفول ارسنال فوق فوق في العالي من اللي وصل لك غالي محدش عارف يعني ارسنال لو كسبت الماتش بتاع بوكرة دوت قدام الماء يونيتي تدبقى خمسين نقطة ببعد تامن نقطة عن مانشستر سيتي يا صباح الفول انا مش مستوعب ان انا بقوله ده اقسم بالله العظيمة جداعي وحيات ربنا ارسنال خمسين نقطة في النص الاول من الدور الانجليزي اللي هو الزاعي اللي بيحصل الدنيا جرى فيه الدنيا حلقت غير خالص فمبدئيا كده انت لو كنت جيبت حد من اول الموسم دوت وقلت له من اللي ممكن يبقى اول الدور الانجليزي في النص الاول منه كان ممكن اتنين تلاتة في المية بالزبط اللي كان يقول لك الارسنال يعني وانا مش متوقع برض اتنين تلاتة في المية انا ما استبعدها اللي هو صراحة انا بتكلمك بكل صراحة انت الارسنال ازاي يا جداعي انت عندك فيه فرقة اسمها سيتي واخد اول بقى لها خمس ست سنين وبص بقى عملت ايه جابت هانلند وجابت الفاريس اللي هو ازاي يعني انت اصلا انت عايل شاطر اوي وبتطلع الاول فهم فانت مثلا يعني طورت من نفسك هتطلع ايه بلاص مثلا مش فا تيجي تحسبها بالورا ولا اقسم بالله ما تطلع معاك حيات ربنا اقسم بالله ما تطلع معاك الارسنال هتقول وش الستي بعد كده بقى رتب اللي انت عاوزه كله وحطه تحت الستي ولكن حتى الان الارسنال ميسيك الجمنا اللي بتقول المستحيل ليس الماني وهي غيرته كده وقالتلك المستحيل ليس ارسنالي وعملها تبهر فينا ما شاء الله الله مبارك يعني فالارسنال صراحة تستعقل اللي هي فيه دوت لان هي عملت متوشة طحفة يعني هي مخسرتش غير جولة واحدة بس قدام المالي نايتد وما تعدلتش غير قدام الحسان اللي السود وكان فيه تاريبا ما تشتعدل كده وكذبانا كل المتوشة بس هي خد بالك ان هي لسه الحد الوقتي ما قبلتش الستي فهتشوف هتعمل معها ايه والله لو هي ااااا تعدلت معها ده شيء ممتاز هي لو كذبتها وممكن يعني بعد اللي هيعملت تعمله دوتة ما والله ممكن يبقى حاجة فوق الممتاز بزيتين ثلاثة فالارسنال بجد شابه بس انت ما تجي تفكر الارسنال عمل دوت ازاي باللعيب اللي عندها برضو ازاي اللعيب اللي عندها حلوة جدا انا ما مختلفتش والمدرب اللي عندها كويس جدا بس مش دولة اللي يخليها تمسك اول تمسك اول على الست يا اخوان ازاي مش فهم ازاي يعني عايز حد يقنعني هلا بقى بقيت بقعد تتقل كده في الليل وعارف انت الاسيل الوجودية اه زادت واحد ان انت بتيجي بالليل بعد الصالح تناشر كده الاسيل الوجودية ايه مش عايف ايه ايه الارسنال بقت الاول ازاي في النص الاول ازاي وتقعد بقى تفكر وتنرب اخماس فسداس بس يعني ماشي هما تشوف بقى الارسنال هتعمل ايه في ماتش بكرة وهتعمل ايه في ماتش الستي في الدوري وبعد كده الصورة هتوضح بالنسبة تمانين في المية ومن هذه النقطة احنا ممكن نقول يا جدعان ان الحلم بقى مشروع للناس اللي بتشجع الارسنال اللي هي تحلم بالدوري الانجليزي يعني حد يقول انت ايه لعبت اللي انت بتقوله ده انت الكلام ده وات متاخر قوي لا انا انا عارف الارسنال اقسم بالله الارسنال ممكن تلعب طول الدوري حلو وفي اخر الدوري في اخر خمس ست سبعة جولات كده بتبوز كل اللي اعملته يعني عارف عمل واحد زي واحدة كده عاملة طبخة حلوة قوي وفي الاخر خلاص بترش رشت الملح ده اتجابت كبشة ملح ورشتها بوزت كل اللي اعملته فهل شخصية البطل وشخصية الارسنال واللعيبة اللي عندها ومدرب اللي عندهم هيقدروا هيقدروا يكملوا لحد النهاية لحد الجولة تمانية وتلاتين بنفس الشخصية وبنفس المكسب اللي هم عليه دلوقتي يعني مش عارف والله مش عارف وانشوف نجي بقى للمركز التاني في الدوري الانجليزي والسيتي ازاي موجود في المركز ده وموجود على بعض تامن نقط منه ده لو الارسنال كسبت بكرة المتش يعني ازاي ازاي ايه وإن اللي بيحصل ده اخوانا والله والسيتي وجورديولا سكت عن الموضوع ده ازاي انا عايز اشوف دلوقتي في جورديولا ايه صباح الفل اقرأ عدت ايه انت مش جورديولا الحقيقي انت يا الله اخلق القناع ولكن انت ده ما تيجي تتفرج على جورديولا وتشوف المركز بتاعه هتقول اه مقبول شوية اللي هو فيه دوت بسبب حاجة واحدة بس هي منازمته لحياته ان هي خط الدفاع عنده دايما من اضعف خطوط الدفاع ليه من اضعف خطوط الدفاع لان هو بيجيب لعيبة دفاعية مش بصفات مدافعين هو بيجيب لعيبة بصفات لعيبة خط نص تفهمش ليه انا عايزت مدافع مدافع بيعرف يخرج بالكورة من تحت ضغط تب سيب ده الكلام دوت لخط النص لعيبة خط النص لأ انا عايز ايبني هجمة من عند خط المرمى من الحارس للمدافع هو كان دايما بيشطيط الحارس اللي معاه بيلعب برجليه زي ايدي او احسن من ايديه يا عم ده حارس لأ انا عايزه يطلع بالكورة ولو عليه ضغط علي يطلع بص حلو اوي قلوب الدفاع دايما فيه مشكلة عندك مش بيبقى عندك قلوب دفاع اقوية في الدفاع بيبقى عندك قلوب دفاع اقوية في ان هم يخرجوا بالكورة من تحت ضغط فطبيعي في اي مطشي لازم تاخد لك جنوة لحاجة كده عشان انت عندك المدافعين تقريبا تشبه المدافعين هم لعبة خط نص انت حطيتهم في الدفاع ولكن احنا طبعا مش انا اللي اكيد او علق على جورديولا واقول لك انت مفروض وانشي مفروض تعمل ايه يعني انا انا لقى اوسكار جنب جورديولا اخوانا وانا حتى اسمك كده ما تحطش جنب ده شيء مفروض منه ولكن الواحد بيقول من وجهة نظره المتوضع الصغيرة يعني اه دايما في مشكلة عند جورديولا ومشكلة ازلية ومشكلة تفضل مكملة معاها وقديمة معاها وقال ايه هي هو ده جورديولا اخوانا ونتقبله بقى على كده وهو يتقبل نفسه على كده لان انت بيدعم منك حاجات انت ما بتيجي تتكلم على جورديولا هو طبعا تكسب وطبعا بيكسب وطبعا هيكسب لكن برضو بيخسر يعني انت عندك بطولات كبيرة انت بتفرض فيها زي دايما بتخسرها بسبب ضعف الدفاع عندك فخلاص دي مشكلة الازلية وهو متقبلها يعني واحد متقبل نفسه بعيوبه فاحنا بنتفرج وبنستمتع وهنشوف هو هيفضل مكمل في المركز التاني ولا هيطلع مركز اول ولا الا ممكن يحصل في الدور العجيب ده نيجي بقى عند مركز التالت ونشوف مين اللي موجود في المركز التالت هنلاقي مين هنلاقي الماني يونايتد اهلا بيك مرحبا بعوداتك يا اخي وحيات رب الله وبرضو كان في حاجة غريبة ان انت في الاول يعني اول ما تشوف كم مباراة للماني يونايتد تقول ان مستحيل تين هاجي كم الماتشين تلاتة ليه لان اول ما تشين تلاتة هو اخسره ما كان شكل وحش قوي وبعد كده الرجل بقى في حتة تانية واول ما تشين تلاتة كان جايب مين كان جايب لعيبة غريبة كده ما حدش يعرفها وكان جايب قلب تفاع طوله ما يتعداش المائة والثمانين سمتي مية حاجة وسبعين مارتنيز ده قلب تفاع في الدور اللي واحد قد كده انت اللي انت بتعمله دوت ولا انت جايبه من ايكس عشان حبيبك من هناك فاجبته معاك هنا وزيد بقى على البلاطين المشاكل بتاعتك كانت مع كريستيانو المجمل كده باللعيبة اللي هو بيجيبها والمشاكل اللي هو بيعملها كان مستحيل الرجل يكمل ماتشين تلاتة كمان مستحيل ولكن بعد كده فجأة تشوف ايه اللي حصل بقى في المركز التالت بعد تسحتاشر ماتش يعني النص الاول خلص بعد تسحتاشر ماتش الرجل بقى التالت ازاي مش عارف وخط بقى لك بقى مارتنيز اللي احنا كنا اللي هو قد كده اه وكتاب اللا اللي احنا عمالين التاريق عليه ده هو اللي كان معلي فران جنبه يعني في اللعيبة بتعلي اللعيبة اللي جنبها بيزود في خط الدفاع ده برضو بيحصل مع ليفربول هنيجي لنقطة ليفربول لكن مارتنيز معلي جدا فران ده بص بقى دي فجأة جاب لك كاسميرو من ريال مدريد بسبعين مليون ازاي انت يا ابني انت ايه اللي انت عملت اعمله ده وعملي الدك في المفاجآت في المفاجآت كاسميرو لعيب طب احنا ما اتكلمناش لكن ريال مدريد راميتو بسبعين مليون بعد اما اخدت خيرو يعني هي اخدت خيرو بقى له مثلا تعريبا معهم عشر سنين وفي الاخر طلعت منه بأحلى مصلحة بسبعين مليون في لعب تقريبا ان الناس كلها كربو بتقول عليه ان هو ايه مش عايز اقولها يعني فهم فانت عمل تعمل تهبل ايه في الفرقة فجأة بص على تينهاج عمل ليك شماطش في التاني في التالت في الربع في الخمس في السادس في السبع والراجل سامو طوال اللي هو اكبر فيه بس هو راجل بيلعب بعقلانية يعني اللعيبة اللي عندي وعارف امكانياتهم وعارف المنفسين والمنافسين اقوية علي فانا بلعب بأفل ملعبي بلعب انا عايز جون واحد واقفل الماتش انا بأفل دفاع كويس بلعب جون واحد بلعب هجمة مرتدة حتى وبرك الله في مرزة في بيئة الماتش انا اخدت الجون بتلات نقاط وانا مش عايز يعني انت ما تيجي تشوف الماتش اللي هو كسب فيها بفرق اتنين تعريبا قليلة جدا هو راجل بيلعب على يد امكاناته ودوت انا احترامته جدا دوت من الناس اللي فعلا عكست كل التوقعات اللي قلتها علي الراجل دوت انا قلت انه هو مش هيكمل في الدور الانجليزي وقلت العقلية اللي عنده مش هتخليه يلعب في الدور الانجليزي اصلا ولكن بجده هو قسر كل التوقعات والمانيونيتد بقت في المركز التالت وهنشوف يا ممكن تدينا مفاجآات اكتر من كده ايه والله يعني انا بقيت اتوقع معاه وفتحت توقعاتي معاه يعني هو ممكن بالاسلوب اللي هو بيلعب به دوت احيات ربنا يعني انت خلال كده مسلا بتدرب منه انت عندك كمان تسعتاشر ماتش في النص التاني بالدور الانجليزي انت كسبت منهم ستاشر ماتش والله ممكن يعمل وتلاقيه في الاول ايه ده بجد يعني الدور الانجليزي السنة دي علمنا افتح توقعاتك يا باشا يعني ما توقع اي حاجة من اي حد تنهاج بجد شبوه يبقى على الحصان الاسود في البطولة يعني الحصان الاسود اللي انا عمرها ما تخيلته وبجد اجمل استثمار انا شفته في كرت القدم او تاني اجمل استثمار شفته في كرت القدم وهو الاستثمار السعودي في فرقة نيو كاسل طب ايه اجمل استثمار شفته بتاع لايبزيك لايبزيك كانت فرقة بتلعب في الدرجة الخمسة بقيت بخمس سنين بس سنة في التانية في التالتة في الرابعة في الخمسة بتلعب في الدور الالماني الدرجة الاولى وبتنفس كمان على الدور الالماني دوت كان اجمل واحد ممكن بقى نيو كاسل بالفكر اللي عندهم يتفوق على فكر لايبزيك ليه بقى اجمل استثمار انت بتقول عليه كده ازيكا هقولك ليه مش انت عايز تعرف ليه انا هقولك ليه بص يا سيدي اول حاجة الاستثمار الخليجي اما بيجي في اي فرقة او في اي دولة معروف فلوس بعزع بعزع وسرف وسرف وش ولد فلوس عمالة تترمى وفلوس زرز هالدوط حصل في النيو كاسل لا انا يعني اي استثمار خليجي كان يقولك انا اجيب لك لعيبة كتير قوي ولعبها سوبرستار وادفع فيهم مبالغ كبيرة وادفع فيهم مرتبات كبيرة واجيب لك مدرب كبير واددينه خمسين مليون لا بلاش خمسين مليون واددينه خمسة عشرين تلاتين مليون في السنة واجيب لك لعيبة تقريبا شبهم وانتهية بس لعيبة عليها الازبوت لايتس كده ولعيبة معروف عشان ازوت الازبوت لايتس عندي في الفرقة وابقى معروف لا ما فيش الكلام ده كله انا هجيب لعيبة اكتشافات انا هجيب لعيبة متنقية وحطهم في الفرقة عندي واعمل احلى فرقة واشتغل في صمت واعمل لي زي خطة خمسية كده انا كل سنة هتقدم خطوة يعني السنة اللي فاتت لو انت بصدت على النيو كاسل كان النيو كاسل فعلا هتهبط اول خطوة هو اخدها ان انا ما هبطش وكملت في الدور الانجليزي تاني خطوة انا بخش في الطوب فور انا تقريبا عايزيني يجد عني يلعبوا في اللي تشامبين ينزيج السنة الجاي وممكن يعملوها على دلوقتي الرابع ممكن يعملوا ممكن جدا احتمال مثلا بالنسبة خمشة سنائين في المية ان هي تلعب اه دوري ابطال اوروبا السنة الجاي فعريبا دي الخطة الخمسين اللي عندهم وبعد كده العب دوري الإنجليزي اه ناخدها على الطوب فور سنة في التانية في التالتة لحدهم اه ليه ما كسبش الدوري الإنجليزي وليه ما مخدش ال الدور الإنجليزي دوت الفكر اللي عندهم ودوت من اجمل الحاجات ان انا شفتها في الاستثمارات الأخيرة اللي حصلت ليه؟؟ ليه لان ربنا خلاك الدنيا بستة ايام هل ربنا ممكن ربنا يعني يخلق الدنيا fen refuge ما خلق دوني في ست ايام عشان يعلمك ان مفيش حاجة بتخلق اه بتحصل كده. فهو دوت اللي هم حطوينه في دماغهم. وفعلا يعني دوت بيديك انت طاقة اجابية ان انت مش هتبقى حاجة كبيرة في يوم وليلة ولا بعد شهر اتنين تلاتة لا انت بتاخد سنين عشان تبقى حاجة كبيرة. فنيوكاسل عملت اه وبتعمل شغل كبير جدا وهي الحصان للسود وبالاداة دوت هي مش هتبقى حصان للسود هي تبقى فرقة قيلة وفرقة تحسب لها الف حساب. فبجد شابونيوكاسل لحد الوقت المركز الرابع هتشوفها تعمل ايه اخر الموسم وانا اتمنى لها فعلا ان هي تبهرني. لاني انا بحب الحاجات اللي بتتدي من الصفر لحد ما تبقى حاجة كبيرة. عقبان انا وانتو يا رب. بقى مع المركز الخامس وفرقة توتنهام. يعني الفرقة دي يعني مش الفرقة دي عايزة تجاب كده ويتولع فيها بجاز واسخ. مش جاز عادي جاز معافن. ليه ان فرقة توتنهام يا جدعان. انا فاكرة من ايام مورينيو. مورينيو كان بيعاني في المنتاليتي اللي عنده لعيبة توتنهام. ومع ذلك المعاناة هو وصل بهم لنهاء الكاس ولكن للاسف تم الغدر بيه ومشوه. كانوا مكانه كوتينيوم. كوتينيوم معروف بانه هو بص يعني ممكن يدب فيه كده غل تاكل النجيلة لمدة سنتين تلاتة متواصل ما لتعبش. يعني انت مع كوتينيوم واجدعان وفي الاخر تبقى مركز خمس. ده اللعيبة المنتاليتي دي هنا مفيش. مفيش. لعيبة صعبة. انت بتتعامل عارف انت يعني انا ابتكرت بعد اليابان اما نزل عليها النووي الارض ما بقيتش صالحة ان انت تستخدمها لمدة خمسين سنة. فانت عايش شغل خمسين سنة عشان تبقى عندك ارض خزبة مسلا انت تزرع عليها. فهو دوت اللي حصل في توتنها. فرقة يعني عايزة تغيير بطريقة غريبة. طريقة غريبة. فرقة عندها كوتيني وعندها لعيبة كويسة لكن زي الزفت. يعني ما شفتش كده. فربنا هنا هم فيه. وفرقة مستفزة الصراحة يعني فرقة لا 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 لا. نأ. هي مش عايزة مدرب هي عايزة. هو ممكن يبقى عايزة هي عايزة مدرب. قوي جدا. وعايزة مدير رياضي قوي جدا. والاتنين هم اللي هم السلطة العية في النادي دوت. وإلا النادي دوت مش هتصلح حالة. نيجي بقى للفرقتين اللي حالهم يصعب عليك حرفيا. وهم الاتنين مصادفة في نفس المركز في المركز التامن. وفرقتين كبار. ويعني تشوفهم كده تقول يا له الزمن غضر يا جدا. ولكن مش عايزين نوفر في الكلام. لان الدولي لسه فيه جزء تاني. ولسه نشوف اللي يحصل فيه. ولكن بالمعطيات اللي معاك في الفرقتين دول. فالحال مش هتغير قوي. الحال يتغير لو انت اللي حقت نفسك. لكن انت ما تنتظرش منهم بطولات ولا نتايج ولا اي حاجة السنة دي. وهما مين بقى? تشيلسي وليفربول. نبتدي بمين يا زيكا نبتدي بتشيلسي. تشيلسي هي واقعت واقع صودة وانا موافقك. انت واقعت واقع صودة. ليه للواقع الصودة ديت? لان ابراموفيتش تقريبا اللي عمل تشيلسي الحديث. مشي. واحنا عارفين الاسباب اللي مشيته. جابوا ادارة انا بالنسبة لي ادارة كويسة. ادارة كويسة ووحشة في نفس الوقت. كويسة ليه? لان هي عندها فلوس بتصرف. ووحشة ليه? لان انت عامل زي العال الله. بل عمال تصرف في فلوس بس ما عندكش ايه? دماغ. فانت ما عندكش دماغ او انت مش في المجال دوت. يعني انت دلوقتي ادارة امريكية. تقول لي دوت راجل امريكي. هو رأسنا بيراجل بيحب كورت القدم. وبيفهم في كورت القدم. ولكن مش كورت القدم بتاعتنا كورت القدم الامريكية اللي هي كلها ترزيع دي. مش كورت القدم اللي بتتلعب بالرجل. فانت ما بتفهمش في كورت القدم بس تجايب بفلوس. حلو. هاتلك بقى دماغتي ماشيلك الدنيا. ده ان انا هفهمه. انا ما افهمش في حاجة اجيب الناس بتفهم في الحاجة بفلوسي برضو. ما عنديش مشكلة. لحد اما انا افهم فيها. والعجل هتمشي. لكن انا انا بقى وان انا انا ماشي عشان انا نصحة بالفلوس. ابقى ان انا كده راجل احبل ويستعلي اللي يجرالي. فهم انت ماشيت ماريا ليه? ماريا ديت اللي هي مدير التعاقدات. والمتقريبا المدير الرياضي في الفرقة. دي ما تمشيش. دي اول حاجة. تاني حاجة انت كان عندك مدرب جبار. جبار تيكتيكيا تقريبا احسن مدرب تيكتيكي كان موجود في الصحة. حد يقول اللي انت بتقوله ده انت ما بتسبعش عالجورديولا. لا باسمع وعارف كلوب وعارف زيدان وعارف الناس دي كلها. زيدان اعتزل انا ما عنديش مشكلة. لكن تخل تخل داهية. فكرة القدم. يعني ده كفية ان هو جاب لك من نص موسم يعني يعني كمان ما كانتش محضر مع اللعيبة. هو جاب لك في نص موسم في تلات اربع شهور جاب لك اللي انت ما جابتوش في حيطك جير مرة واحدة. هو جابه لك وبلعيبة كسر. اقسم بالله العظيمة. دي ما كانتش فرقة دي كانت نص فرقة. هو جاي لك وجاب لك تشامبينز ليج. ومن الفكر النضج اللي عنده ان هو كان يقول لك ايه هاتلي دوت وهاتلي دوت وهاتلي دوت وهاتلي دوت وهاتلي دوت. وما تجيب ليش دوت. ليه? لان هو شايف اللعيبة. يعني انت مثلا كريستيان رونالدو. لعيب يعني دوت من الاسباب الاساسية اللي ماشي التخل. ليه? تخل ما جابهوش. تقول اماز انت ما جبتوش كريستيان رونالدو وحزق وشالع في نفسه. وهقف ماتشف التاني قال لك بقول لك انت شكلك ما فهمش وماش شاء. كريستيان رونالدو ده جدعان اقسم بالله العظيم. الرجل عمل اللي عليه وكفاية. انت عملت انت بقى لك عشرين سنة رجل طب. صباح الفل. وحتى ما انت جيت الدور الانجليزي ده كان كويس ان انت بتلعب اصلا نص ساعة في الدور الانجليزي. ليه? لان انت مجهودك وامكانياتك ما بقيتش تسمح تلعب في الدور الانجليزي. وبصراحة ما تلعبش في دوريات خمسة كبرى في الليفل الطب. يعني انت لو عايز تلعب في دوريات خمسة كبرى. اللعب مثلا في فرقة ربع خمس سادس. ده وقت خلاص بقيت امكانية كده 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 اسطورة. يعني هو كل حاجة الليها وقت بتبتدي ولها وقت بتنتهي. فخلاص معروفة. يعني حتى انت دلوقتي رجل عمل اسكى قرار في حياته. ان هو راح الخليج اخد له يرشين الخليج بيامن بمستقبل الود والولية اللي معاه. صراحة يعني دي ما تقلش غير كده. يا باش انا رحت في سنتين ونص اخدتني خمسمائة مليون اللي انا عملتهم في حياتي كلهم في خمساشر سنة ولا عشرين سنة في كرت القدم. انا بعملهم في سنتين ونص. وغير كده بقى المكانة اللي انا اخدتها ولا لا 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 هو حسبها صح. وده يعني افر مش هتكرر تاني في العمر. فهو دوت حرفيا مكانه وده بجد شابوه على الاختيار اللي هو عمله. وهو مش محتاج يزبط اي حاجة لاي حد اطلاقا. هو ثبت وتاريخك يا كريسيان رونالدو انت بتفكر مين اللي ممكن يكسره اصلا. يعني انت لو فكرت كده وصراحت بخيالك هتلاقي من اللي ممكن يكسره ممكن اتنين. يا اما مبابي. يا اما آآ مفيش غير الاتنين دوله. ودوت ممكن اه ممكن لأ ممكن لعب منهم يجيلوا صليبي ولا يجيلوا اي اصابة ميلعبش كرة تاني. فانت انت في العلالي خالص. فده احسن كرار الاخرى. نيجي بقى نرجع ما عليش نرجع لتشيلسي. فانت جاء انت عندك واحد زي تخل مشيته. اكبر كرار غلط اخدته في حياتك. وبلاس بقى ان انت جبت لعيبة يعني لعيبة اصلا يعني اهليها اصلا متعرفش انها بتلعب كرة جبتها بمية مليون وخمسة وتمانين مليونه بستين مليونه بخمسة. اقمي ايه ده? ايه اللي انت عامله ده? فنتيجة لذلك يعني اشرب بقى باللي انت بقيت فيه. اشرب. واريني بقى تعمل ايه لحد اخر الموسم كمان. يعني انت تحمد ربنا انت في المركز التامن. والله لو انت دخلت توب سكس تبقى انت راجل جميل. اقسم بالله. يعني لو توب فورة عديلك شابو. نيجي بقى لفرقة ليفربول. فرقة ليفربول يعني انت انت يعني المسؤول الاول والاخير هو هو الكابتن. والادارة. ليفربول اصلا من قبل ما تخش سوق الانتقالات بتاع الصف. انت محتاج كم لاعب. انت محتاج خط نص كامل ومحتاج راس حربة. ده معروفة. يعني يعني هندرسون صباح الفول. فابينيو كويس بس كبديل. عندك مين تاني في خط النص يعني يعني عادي. اللي هو العادي. فانت محتاج خط نص ومحتاج لعيب رقم تسعة. اول حاجة انت عملتها في خط النص انت اجيبت لعيب من الاكاديمية عندك اسبوية لعيب جميل. جميل جميل. يعني لعيب خط نص مهاجم. واد لسه صغير واد عنده اللمسة المهارية واد بيتحرك طول الماتش. الله واكبر عليه. حلو. انت كده بقى عندك ايه نقصك ايه? اتنين لعيبة خط نص وواحد دراس حربة. تمام? تمام. توما انت بقى تعمل ايه? تبيع لعب عندك تقيل زي ماني. انت بتصلح ولا بتخرب انا مش فاهم. قبل ما تبيع ماني. فانت عندك اتنين لعيبة بخط نص وعندك راس حربة. فانت جبت مين? لعب بمية مليون اسم نونز. والناس كلها كانت متفقلة بيه. يا عمي معاك. وفي الاخر انت لو جبت لعيبة خط النص ولا اشتريت لعيبة خط النص وجبت راس حربة بس يتلع للاسف بويز. بص بقى انت يعني هديت الفرقة ازاي? اول حاجة ان انت بيعت لعب زي ماني. يعني انت محتاج خط نص. مجدتش خط النص. وكسرت تخط نجوم اللي عندك. فده اول سببين ان انت عندك ضعف اساسي في التشكيلة. تاني حاجة انت اللي ضعفت التشكيلة بنفسك اما انت بيعت ماني. دي اول حاجة. ودي تاني حاجة. نخش بقى على تالت حاجة بدون المستوى. لعيبة زي مين? اقولك زي مين? المعالم اللي اتنا جبتوا بمية مليون تلا لعيب كسر. للاسف. وجبت لعيب تاني في الشتاء جاجبه. يعني انا مش فاهم اللعيب دوت هو عمل كسر عالم حلو. ولكن هالمستوى يأهله ان هو يلعب في دور انجليزية في فرقة ليفربول. يعني فرقة بتنفس على الدور الانجليزي. مش فرقة في تالت ورابع وخمس وستس. لا. مش دوت اللعيب اللي انت تجيبه. الرابع سبب بقى وهو هبوط بعض اللعيبة الاساسية عندك. يعني انت اصلا عندك ضعفة في التشكيلة. وعندك وكسرت التشكيلة اللي عندك. وكمان مستوى اللعيبة اللي عندك الكويسة ضعفة. وهم مين? هقول لك. ارنولد وفندايك مستوى هم بقى في النازل. فاتا تيجي تبص بقى على التشكيلة كده كاملة. انت ما بقاش عندك خطة فعلية لان ارنول اللي عندك مع السلامة. فندايك عندك مع السلامة. واللعيب القلب الدفاع التاني اللي جنب فندايك فندايك كان بيعليه. اللي هو مسلا كان مين كان متب. فهو اصلا كان ضيع وفندايك اللي بيعليه فوقع مع فندايك. ما بقاش عندك في خط التفاعي غير اتنين. غير روبوتسون واليسون حارس المربع. تيجي بقى على خط النص. هو الوحيد اللي انت ممكن تعتبر خط نصي طوب. هتقول لي عندك فابينيو والناس ديت كويسة بس فهم مش اللي هي ايه? مش اللي هي تعتمد عليها الموسم. وهتقول لي عندك الكنترا. الكنترا عنده تلاتين سنة والواحد تلاتين سنة بيحسس ان هو عنده خمسة واربعين سنة. يعني صباح الفل. تيجي على خط الهجوم اللي شايد لك. فخط الهجوم مفيش غير صلاح. فانت خط الهجوم عندك بيبقى ثلاثة وانت ما عندكش منه غير لعب واحد بس. فاللعيبة كلها من الحداشر لعيبة انت بيلعب عندك اربعة لعيبة. فدوات حلوة قوي. المستوى والمكان اللي انت بقيت فيه اللي هو المركز التامن. بتيجي بقى بالمواطنات اللي عندك وباللعيبة اللي عندك وتقريبا خلاص الشيطة بيخلص والسوق الانتقرات بيخلص. وانت مش هتجيب لي عيبة تانية. انت هتعمل ايه بنفس التشكيلة ديت? بلح. ولا هتعمل حاجة. انت كده كده مش جايب بطولات. انا اسف يعني بصدومكم فيها مش جايب بطولات. لا كس ولا ابطال. انت هتلعب في الابطال سيد اللعبة. لا كس ولا ابطال ولا دوري. وانت بتفكر اصلا تخوش طفور ازاي فانت هيبقى وضعك وحش قوي. على اخر الموسم. فدية النطر المبعدين اللي احنا بصدنا عليها في الدور الانجليزي. وبس انا كنت عايز اعرف تواضقاتكم ايه لنهاية الدور الانجليزي. ومين اللي هيبقى بطل في الدور الانجليزي. وهل الارسنال هيفضل راجل كده بشخصية البطل بالاداء البطول اللي هو عمالي يلعب بيه دوت لحد اخر الموسم. ولا سيتي هتتجع تاني لمركزها المعهود. ولا هتعمل كده حركة من ايام السير واليكس فيرجسون وتطلع اول وتكسب كود المتشوف بتاع الدور التاني. ولا الواحد ما بعيش عارف يعمل ايه. الا هيو حاجة واحدة بس ان انت ممكن تعملها. وان هي تفتح توقعتك لكل الفرق. وتاني حاجة ممكن تعملها. يعني ايه تعمل اشتراك يا رجل يا محترم. يعني اعمل اشتراك كده في القناة واعمل لايك للقناة كده. واعمل لايك للفيديو ده واتخش عندي على الفيس بوك كده. وخلينا ببسط بيك كده وافرح بيك اقولك بص اللي عمالي اشتراك اهو اللي عمالي فل على الفيس بوك. يعني خلينا افرح بيكو يا شباب يعني بعد ازنكم. واخرا وليس اخرا كان معكم زي كوي. سلام.